السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في آخر جلسة افتراضية لكريتوب مورنينجز مسقط في عام 2020 يسعدني أنكم شاركتوا معانا لمدة سنة في كثير منكم هنا شاركوا معانا أكثر من مرة إذا ما كل شهر تقريبا يعني على الأقل نص الجلسات كنتوا معانا ونحن نقدركم كثيرا بالذات شخصين متواجدين اليوم معانا دايما دايما يحضروا وانتم ما تعرفوني أنا بقول وانا بس قررت واني أقول عيسى ومجان هم من الشخصين اللي دايما أول الناس يسجلوا وأول الناس يحضروا معنا فشكرا لكم انتم ضمن عائلة كريتوب مورنينجز مسقط وشكرا لنا دايما تتشجعونا من غيركم ما كنا بنقدر نستمر وأيضا في ناس تانين حضروا معانا سابقا وصراحة نحن مستعدين نبدأ السنة الجديدة ونقدم لكم أشياء جديدة وان شاء الله حتى الناس اللي حاضرين معانا أول مرة انتم الآن ضمن المجتمع وان شاء الله بتستمروا معانا في السنة القادمة قبل ما نبدأ بسأل إذا وضح أنه بيكون معانا اليوم مترجمين اثنين لغة إشارة وهم منار ويحية منار النيري ويحية البراشتي إذا محتاجين إلى لغة الإشارة ممكن تروحوا عند أما منار أو يحية تضغطوا على ثلاث نقاط وتسولهم pin video على أساس يكونوا معكم خلال الجلسة نحن عندنا اليوم كثير من الوجوه الرائعة اللي ما نقدر نشوفها فأطلب منكم يعني اللي يقدر اللي قادر إنه يفتح ويشغل الكاميرا عشان نقدر نتفاعل معكم وتشاركوا معانا طاقاتكم الإيجابية الصباحية ويكون البرنامج والفعالية يعني شيء نتشارك بي ثاني شيء إذا ما قدرتوا تفتحوا الكاميرا لا تنسوا تتفاعلوا معانا بطريقتين الطريقة الأولى تكتبوا أي شيء في الشات نحن بنراقب الشات خلال الجلسة إذا عندكم أي سؤال أو مقاطعة أو استفسار أو إضافة للبرنامج اكتبوها في الشات وأيضاً ممكن تضغطوا على مربع raise hand اللي بتحصلوها في الparticipants تضغطوا على participants المشاركين بتشوفوا رمز الإيد ممكن تضغطوا على هذا الرمز ونعطيكم الفرصة تفتحوا المايكروفون وتتحدثوا على راحتكم دايماً نبدأ اللي عرفنا نبدأ بنشاط كسر الجليد وهذا النشاط سويناه قبل بس بنعيده هذه المرة واسم النشاط raise your hand if أو ارفع يدك إذا إذا السؤال ينطبق عليك ممكن تضغط على raise hand اللي توش رحته في الparticipants وبعد ما تضغط عليه بسألكم إنه تضغطوا عليه مرة ثانية lower hand بسألكم سؤال وإذا ينطبق عليكم اضغطوا عليه وبعدين ننزل إن شاء الله السؤال الأول ارفع يدك إذا أنت حالياً تتواصل معانا من داخل مسقط بسنينة بسنينة أوكي لا في زيادة ثلاثة فقط ما شاء الله زين lower your hand اللي من مسقط raise your hand أو ارفع يدك إذا أنت الآن تتواصل معانا من خارج مسقط الشكل الأكثرية من خارج مسقط ممتاز بس أنتو من ضمن مجتمع Creative Warnings مسقط حتى لو ما موجودين في مسقط أنت بضمن المجتمع نشكركم أوكي lower your hand ارفع يدك إذا حضرت فعالية Creative Warnings مسقط سابقاً إذا هذه ما أول فعالية حضرتها ياس مجتمعنا الرائع شكراً جزيلاً أوكي lower hand ارفع يدك إذا هذه أول جلسة تحضرها لـ Creative Mornings فأعضاء مجتمعنا الجدد مرحباً بكم مرحباً بكم ارفع يدك إذا تعلمت شي جديد في عام 2020 قد تكون مهارة أو لغة جديدة أو كورس أو حتى شفت فيلم وثائقي تعلمت شي معلومة جديدة اي شي يعني ممكن شي بسيطة أتمنى أن الجميع استفاد وتعلم شي جديد من هذا السنة أوكي lower hand شكراً ارفع يدك إذا أنت متحمس لبدء عام جديد عام 2021 أعتقد الجميع متحمس عام جديد شكراً شكراً أوكي ممكن تنزلوا lower your hand الحين خلاص تعرفوا تستخدموا كل شي في زوم أنتم خبراء في زوم الحين نشكر الرعاء وشركائنا العالمين اللي دعموا Creative Mornings حول العالم ونقدم لكم شريك جديد لهذه الشهر وهي Skillshare 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 عبارة عن مجتمع إبداعي يساعد الملايين من الناس يطوروا مهاراتهم الإبداعية وعشان هم شريك جديد لهذا الشهر Skillshare يريدوا يقدموا لكم شهر مجاناً لكل من يحضر فعالية Creative Mornings فأنتم الآن من ضمن الناس اللي بتحصلوا شهر مجانياً في Skillshare وبنحط لكم الرابط في الـ Chat ممكن تحصلوا على الشهر المجاني إذا تروحوا على هذا الرابط وصراحةً Skillshare من أفضل الأماكن الشخص اللي يريد يتعلم أما يعزف فقالة أو يريد يتعلم كيف يرسم أو أي مهارات حتى الـ Graphic Design عندهم كل الأنواع من المهارات اللي ممكن تتعلموا منها وثاني شريك عالمي ساند Creative Mornings لأكثر من 11 سنة عالمياً وهي MailChimp ممكن تشوفوا MailChimp في MailChimp.com وفي إنستغرام و تويتر MailChimp MailChimp.co متاح لجميع الناس ليس فقط للشركات والوكالات بس أيضاً كشخص مستقل ممكن تشارك في MailChimp.co ونحط لكم الرابط في الشات ثالث وآخر شريك هم Basecamp وهي ممكن تتعرفوا عليهم في Basecamp.com وهي.com وأيضاً على تويتر وإنستغرام عندهم نشاط جديد لهذا الشهر اسمه Dumpster Fire Email ففي هذا النشاط ممكن أنت ترسل أي إيميلات تريد تتخلص منها إيميلات ممكن تكون جداً محبطة أو أثرت فيك وخلاص ما تريد تشوفها ولا تفكر فيها فنحط لكم الرابط لهذا النشاط ممكن ترسلوا لBasecamp هذا الإيميل وتشوفوا الإيميل يشتعل أو يحترق افتراضي احتراق افتراضي بس مش صحيح حريقي يعني وبس هذي لهم الرعاء الثلاثة الحين ريد نطلب حد منكم لأنه هذه آخر شهر حد منكم يتبرع ويقرأ الVirtual Manifesto الVirtual Manifesto عبارة عن مبادئ وهداف Creative Warnings ونحب دايما نذكر أنفسنا ليش نحن هنا وليش نحن نسوي هذه الفعاليات فبحط لكم النص أول شخص يسوي Raise Hand بنعطيه الفرصة أنه يقرأ الManifesto النص بسيط وجداً جميل زين نسمع أصواتكم فأنصح في هذا فأي حد يسوي Raise Hand ممكن نعطيه الفرصة أنه يتكلم خذوا راحتكم عادي بنتظركم تفضل عيسى السلام عليكم عليكم السلام مرحباً بك الجميع مبدع تتطلب الحياة الإبداعية الشجاعة الصدق والعمل الجاد نحن هنا لتقديم الدعم لك والاحتفال معك وتشجيعك على عمل الأشياء التي تحبها نحن نؤمن بقوة المجتمع نحن نؤمن بالتواصل المباشر والتعلم من الآخرين نجمع بين الأشخاص الذين تحركهم العاطفة والغرض واثقون من أنهم سوف يلهمون بعضهم البعض وإلهام التغيير في الأحياء والمدن في جميع أنحاء العالم الجميع مرحبه أفق لعيسى لنشوف your clapping hands شكراً شكراً ما قصرت الآن ننتقل إلى موضوعنا لهذا الشهر موضوعنا لهذا الشهر صراحة نحن أول ما سمعنا ما عرفنا إيش معنا هذه الكلمة فالحين أريدكم بس تتخيلوا هذه الأشياء تقدير الكائنات الحية تواصل مع الطبيعة استدعاء العالم الخارجي إلى الداخل يشير مصطلح بايوفيليا إلى فكرة جميلة سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات فإن البشر عندهم رغبة فطرية رغبة فطرية للتواصل مع الطبيعة والأنظمة الحية الأخرى ومرات الطنين المتزايد في الأحياء والمدن المزدحمة وحركة المرور الكثيفة والقراءة السطحية على أجهزتنا تخدر حواسنا الطبيعية ومع ذلك بأي طريقة نحاول ندخل الطبيعة في حياتنا أما في نبات نحطه في غرفنا أو الأشجار التي تتسلق الجدران في المباني فكل يوم عندنا الفرصة أن نصبح وكلاء ونحمي بيئات حياتنا وما فقط نستفيد منه فقالت ميسي سينجر دو مارز وهي كانت متحدثة سابقة في كرييتف بورنينز أن الطبيعة من حولنا هي الطبيعة بداخلنا متحدثنا لهذا الشهر بدأ يعمل في المجال البيئي في عام 2007 ويحمل شهادة بكالوريوس في تخصص الأحياء البيئية ويعمل حاليا في القطاع الخاص في مجال البيئة والتنوع الأحيائي وهو عضو مجلس إدارة لجنة سجلات طيور عمان ومستشار متخصص لدى مشروع Lifeline Earth التطوعي يمتلك خبرة ما يقابل 13 سنة في مجال دراسة وأبحاث صون الحياة البرية في عمان ماليد أعطيكم كل المعلومات بخليه هو يتكلم عن نفسه فرحبوا معي متحدثنا لهذا الشهر وهو وحيد الفزاري تفضل تفضل وحيد بعطيك الفرصة الحين ان تفتح الشير مالك وتفتح المايكروفون أيضا ونسمع منك تفضل طيب شكرا نورة السلام عليكم جميعا بس تعطوني ثواني علي ان أعمل شير المفروض أن يبين عليكم الحين حسنا حسنا دقيقة بس حسنا حسنا يبين النوت ولا يبين سلايد كامل وش ظاهراتكم يبين النوت فلازم نسوي فول سكرين أعتقد فول سكرين حسنا لأن انا اشتغل على شاشتين فها في هذه مشكلة لاحظة بس دقيقة حسنا راح تقعد التكتين لسا يبين صح الحين ايوه بعد يبين النوتس ايوه اوكي الحين أفضل اوكي لا إذا سويت فول سكرين راح يروح لحظة بس أفصل الشاشة الخطين اوكي الحين مهروض ما يبين بس تخبوني بعد ما ما ضغف على فول سكرين ولا فول سكرين الحين فول سكرين شي ظاهر معكم ما تغير شي بس يمكن عشان فصل يمكن تحاول سوي شير مرة ثانية يعني سكر الشير و اللحظة ايوه ايوه شير اوكي خلي ننزل شير مع الساوند اوكي الحين كيف اوكي انا حس اوكي هو بعد ما في السكرين بس بس يعني لا اي مود يظهر لكم لان انا ما اعرف وش اللي يظهر لكم بالضبط هل هي الفول سلايد لا الشاشة الاولى وبعدين على اليسار نشوف اربعة من السلايد اوكي فهذا ما بيصلح اوكي احلا اوكي ابو شق ravita ما اطفتك نفس المسألة صح الحين نشوف اليسار ونشوف السلايد الاولى والوقاء في الوسط لأ ما بيصلح ممكن الـ display settings في اللابتوب بعده يعني كأنه في شاشة ثانية الحين ما في شرصة الحين ما في شرصة بس دقيقة تعطيني اوه اقل من دقيقة هذا المترجمة منار ممكن تشرحي ان شوية بس في بعض الامور التقنية بس خلال دقائق بنابدأ بس اشرحي اشرحي باللغة الاشارة عشان ما يحسوا ان فاتم اي شيء نحاول ان يبدأ من اول وديد في العرض كامل في اقتراح ممكن تسكر presenter view اذا عندك ماك اول ما تفتح powerpoint تضغط على powerpoint فوق فيه preferences تروح preferences بعدين فيه output وsharing وفيه شيء اسمه slide show slide show ايوه ان شminded اوه ايوه اوه ا شكرا على المساعدة فا اتوقع من الحين راح يص Content اشارة البجوت الهين نحن نشاهد الفلسفين محسن نحن نشاهد شكرا جزيلا على المساعدة تفضل وحيد شكرا السلام عليكم ورحمة الله ونسكر طبعا الشاشة الثانية وسوري على المشاكل الفنية هذه كنت أنا كاتب بعض النوت فأريد أمشي عليه كنت بالتفصيل فالحين عاد أنت وحبكم فبداية يعني أرحب فيكم جميعا صباح الخير لكم جميعا وشكرا على فريق Creative Morning يعني على هذه الفرصة أني أكون معاكم اليوم والصراحة أول ما تواصلوا معي وخبروني بخصوصا الموضوع وموضوع هذا الشهر شوية اتفاقعت من الاستخدام بهذا الطريقة يعني نوعا ما استخدام كلمة حب الطبيعة بهذا الطريقة ما تعودت أن أسمعها كذا من قبل وشوية كنت متردد في الموضوع أني هل لنا الشخص المناسب أني أنا أعطيكم هذا يعني هذا الشعور أو أو أوصل لكم هذا الرسالة أو موضوع سوي موضوع الشهر هذا ولكن إن شاء الله نكون قادرين أنه يوصل لكم ولو القليل يعني على العموم يعني أنه الكلام اللي بيكون اليوم موجود أو العرض اللي بيكون اليوم موجود بتشوفوه ما بالضرورة أبدا أنه يكون يعني يعني بيرفكت أو مجهش للجميع طبعا كلنا هنا نؤمن باختلاف مهما كان هذا الاختلاف ولكن في نفس الوقت كثير أتمنى أنكم تقرؤ بين السطور بين السلايدات بين الأشياء اللي موجودة أو أراح أعرض الصور أو الكلام اللي راح أقوله وإني أكون سبب في خلنا نقول تحفيز أو أو إنه إدهاش بعض الأشخاص حتى لو شخص واحد منكم إنه ينقل هذا الرسالة يوصلها حل مجتمعه و والشرائح اللي هو يتواصل معهم أو مجتمعه أو الدائرة من الناس اللي حواليه طيب الرسالة راح أو القصة هذي راح تكون مع مشواري في مقالة البيئة أو الطبيعة بشكل عام فأنا أتكلم من personal point of view ولكن مثل ما قلت لكم أتمنكم يعني تقروا بين السطور وأتمنى أنه يكون في أسئلة شوية ثقيلة نوعاً ما آخر العرب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ البداية طبعاً راح تكون أكيد من التخصص أو الجانب التعليمي طبعاً مثل ما ذكرت نورة أنا درس في جامعة السلطان قابوس في تخصص في كلية العلوم طبعاً كليات العلوم واللي الدرس في الجامعة يعرف أنه كلية اللي شوية الناس تكون شوية فيها مضغوطة نوعاً ما ولكن يعني رغم أن كنت أحب الطبيعة وأحب النباتات والحيوانات بحكم يعني الولاي اللي نحن ساكنين فيها وبحكم حتى السلطنة ما توقع أنه يحد يعني سكن في السلطنة ونولد في السلطنة ما بيحب الطبيعة أو ما في أي اغتباط ما بينه وبين الطبيعة لكني أبداً ما توقعت صراحة أني في يوم الأيام راح يكون هذا مجال عملي أو مجال اللي أنا تخصصت فيه طبعاً كانت الرغبة شي مختلف تماماً وما خياري لأول أبداً الطبيعة ممكن أنها صدفة لكن في نفس الوقت يعني كانت باب خير لمستقبلاً يعني طبعاً لما رضيت في الواقع إنه خلاص هذا تخصصك اللي راح يكون بعد تردد وطويل طبعاً ومنها أني عدرب يونفورسيتي لكني خلاص كملت فيها قلت يا وحيد هي ذا المقولة اللي أنا ماشي فيها يعني من أيام التخصص الآن إنه يا وحيد دام إنه هذا التخصص أو هذا المجال اللي أنت تخصص فيه خلاص خليلك في Earth أو Legacy إنك تكون one of the top guys في هذا المجال في السلطنة طبعاً بعيد عن القصدة يعني ما كل الحياة كلها نجاحات فمعظم الأشياء اللي بقولها ممكن أن تكون يعني جانب جيد من المسيرة أو من السيرة الذاتية حالي لكن أبداً أبداً ما بالضرورة إن الحياة كلها نجاحات أكيد فيه هناك خفاقات وأكيد هناك فيه فشل يعني حاولت قدر الإمكان إنه نجتهد في الدراسة وفي نفس الوقت استغنيت عن أشياء كثير في وقتها بحكم التخصص لكن اللي صار إنه في يعني السنة الأخيرة تقيباً أو على آخر السنوات قاتني فرصة اللي هي تشوفوا على الجانب اليمين أظن طلعت معاكم اللي هم الأربعة الشخاص اللي واقفين في وماسك السقر ذي الفرصة قاتني على أساس إنه واحد أو فيه مشروع جديد بادي بالسلطنة سنة 2007 وإنه يريدوا أحد من الطلاب أو مجموعة من الطلاب خلا نقول طالبين إنه يشاركوا معاهم فهم مجموعة تجانب يريدوا يبدوا مشروع بحثي في استكشاف أماكن السقر اللي أدهم اللي ماسكنا أنا في الصورة هو اللي صار إنه إنه كلمني واحد من الذكاثرة إنه كذا كذا من الموضوع sonic ونريدك تشارك واخي أرشحك إنك تشارك فمن في ذيك الفترة ما كان في كثير عمل ميداني في التخصص يعني ما كان في كثير عمل ميداني والشخص يرغب إنه يتعلَّم كثير العمل الميدanzي يعني يخليك تتعلم أكثر من النظر بكثير في مقال عمل نحن يعني أو في مقال هذا التخصص فقال ليش رايق قلت له طبعا بدون تردد ليش لا خلينا نجرب فجربت معاهم وكانت تجربة ولا أرواع يعني هي اللي ممكن فتحت لي آفاق في علم الطيور في وقت لاحق يعني هي كانت البوابة اللي دخلت من هنا في علم الطيور وطبعا أنا متواصل مع الأشخاص الباحثين إلى الحين وحتى بين علاقات عمل يعني إلى الآن يعني السنة اللي بعدها طبعا كانت بدايات تأسيسة توقع شركة حياة للمياه واللي ما راح الموقع حياة أنا ما عرف كم شخص منكم راح الموقع هناك وعدهم موقع جميل جدا اسمه بحيرات الأنصب حاليا أو بالإنجليز تحصلوه الأنصب ويتلند واحد من أفضل المواقع لمشاهدة الطيور في مسقر طبعا بعد الموج جول فالحين يقي هو رقم اثنين لكن كان الأفضل لمشاهدة الطيور وكان كثير ناس تشوف طيور من خارج عمان حل هذا الموقع فكانت الفكرة تأسيس لمركز جديد اللي هو أو فريق وطبعا تواصله مع طلاب الجامعة ومرة ثانية حصلت أني أترشح أني أتدرب في ذا الموقع بحكم الخبرة اللي كسبتها فقال أوكي فدربنا هذا الشخص دكتور دومينيك على أساسيات مسح الطيور وتعداد الطيور وتعريفهم يعني المشروع السابق كان فقط بس عن طير واحد أو نوع واحد هذا لا الحين شوي عام فكيف تمسح الطيور المائية وطيور البحرية كيف تعرفهم سبيش اس سبيش أو نوع نوع بهذا الطريق الصراحة تعلمت كثير منهم والأشخاص بعض الفريق طبعا موجودين إلى اليوم معاهم المعرف إذا الكراوزر يطلع أخذ منال موجودة الحين وهي مسؤولة عن البحيرات هذه بشكل عام فإذا أنصحكم كثير صراحة أنكم تزوروا هذا الموقع وتتواصلوا مع حياة توقع حتى الزيارة من موقع شركة حياة أنكم ممكن تسجلوا زيارات طبعا ما أعرف إذا في كوفيد فات حين أو لا لكن وقت الشتاء من أنسب الأوقات أنهم تزوروا هذا الموقع في السنة الأخيرة طبعا من بعد ما شفت إيش اللي صار في السنة الأخيرة يعني تفتح عقلي شوي أكثر وحبيت للمقال حبيت مقال الطيور حبيت مقال البحث العلمي فيعني قلت أنا أريد أسوي مشروع تخرج في الطيور شوي بعد بحث واستفسارات قلت أنا أخليني أسوي مشروع بحثي في محمية الديمانيات اللي تشوفوها هذه الجزء أو من محمية الديمانيات الطبيعية طبعا مجموعة الجزر أعتقد أنها تسع جزر يعني أرخبيل من الجزر اللي هي المريانية وواحد من أحلى المواقع في إمان إنك سواء كامبين أو طغوص أو سنو كرلين أو حتى تشوف الطيور واحد من أفضل مواقع الطيور لتعشيش الصقر طبعا كانت في بعض الصعوبات وقت التخرج أو سوري وقت مشروع التخرج ولكني أصريت أني أنا أريد أخذ هذا البحث اللي كان في مجموعة من الزيارات الميدانية اللي مم لأنك أصلا أنت اخترت الطيور الطيور المائية والبحرية فوقت التكاثر مالها راح يكون في الصيف فأنت إجازتك الصيفية خلاص رايحة يعني فمم يتقضيها هنا يعني رايح مع المراقبين المحمية وراجع طول فترة الصيف عشان أتجمع الداتا اللي تريدها عشان أتجمع المعلومات لمشروع التخرج والحمد لله رب العالمين يعني كان دعم كبير من بعض الدكاترا والبروفيسور فيكتور ما أقصر معاي ويعني في النهاية حصلت يعني القريد اللي أريده من المشروع حصلت على الدرجة النهائية وكان موضوع جيد وطبعا بعد سنتين نشرنا في ورقة علمية محكمة وهذا كانت من أفضل الأشياء أني يعني أندرقراد وينشر ورقة علمية كانت واحدة من أفضل الأشياء اللي صارت لي وكانت أعتقد أول ورقة علمية نشرتها 2011 طبعا تخرجت 2011 كانت اللي يعرف عنها كان شوية فترة صعبة في عمان وخصوصا للشباب الخريقين فكنت يعني حاولت أني أوكي ماشا وظيفة ثابتة فحاولت من بعض الوظائف اللي هي مؤقتة أن أشغل وقتي وفي نفس الوقت أطوعت في نفس المشروع اللي هو مشروع الساقر للهام وفي مشاريع ثانية بس لأني أقضي وقتي وأتعلم حاول يعني أملأ وقت الفراغ وكذا ويعني أنت تطلع من الجامعة بأمال شوية يعني هاي هوبس أنك ممكن أنك تسوي حاجة كثير لكن صدمة 2011 كانت قوية جدا على معظم الشباب وعلي أنا بالذات على وجه الخصوص ولكن في نهاية النفق دائما يعني هناك ضوء معين أو أمل فكانت على نهاية 2011 الحمد للعرب العالمين توفقت في الوظيفة اللي أريدها طبعا خلال وقت 2011 هذي بعض المشاريع اللي طوعت فيهن سواء مسوحات ميدانية أو أو يعني في مناطق مختلفة ما بين مصيرة وأدم ومسقط العمرات 2011 آخر 2011 طبعا حصلت وظيفة هي في مجال التخصص الوظيفة بيرفكت بالنسبة حالي كانت جدا ممتازة في مكتب حفظ البية بديوان البلد السلطاني ما أتوقع أي مشكلة أني أقول المكان وطبعا نشكرهم على جهودهم اللي يسوها وإمكانكم تتابع سعباتهم في الفترة الأخيرة كأكتف في موضوع التوعية البيعية طبعا طبعا اللي كان قايم على المكتب شخصي جديد وكان يريد جيل كامل من الشباب متخصص في مجال دراسة الحياة البرية وبعض الأنواع المهددة بالانقرار في عمان فكنت الحمدلله واحد منهم على أساس أني شبه متخصص في الطيور فيريد واحد يمسك هذا المشاريع مشاريع الطيور اللي موجودة في المكتب مشاريع بحثية طبعا طبعا الأهداف أنه بغض النظرة عن حماية وصول الحياة البرية بعد في أهداف بحثية وفي أهداف أنك رايزنج الاورنس اللي هي ترفع واحد الناس بعدة الطرق طبعا ما ضرور نتكلم عنها كانت أكثر علم منها فيها يعني طبعا وين وصلنا؟ هذا الوظيفة طبعا المهمة الأولى من بعد ما خلصت المرة الثالثة أو الرابعة الصقر الأدهم لأنه في موسم واحد ما مستمر طول السنة بس أشان أوضح لما أقول السيزن بيكون تقريبا من شهر ثمانية إلى شهر عشرة هو شغلنا يكون في الصقر الأدهم فمن بعد ما خلصت مصقر الأدهم استدعاني طبعا مسؤول في المكتب وقال لي وحيدا أنه نحن عندنا مشروع جديد تعاون مع منظمة بريطانية وفيها المنظمة هذه تسوي بعثات استكشافية لأشخاص اللي هم قبير اللي هم طالعين من الثنوية ويريدوا يتخصصوا بس بعدهم يريدوا يستكشفوا شوية الحياة ويعرفوا إشي اللي موجود فيسولهم في مناطق مختلفة من العالم منها عمان فايش اللي موجود فيها هذه اللي في عمان فيها جزء كبير علمي عن الحياة البرية والطبيعة والبيئة في عمان وفيها طبعا اللي هي ورشات مختلفة ثانية ما كنت متدخل فيها فقال لي وحيدا أنا أريدك تقود الفريق العماني وأريدك تشيل معك سواء الموظفين أو متدربين من الجامعة ومتختارهم فقام معت الفريق طبعا وسويت إعلان كذا بسيط عن طريقة تقدل الجامعة وشالينا معانا طلاب خذينا معانا طلاب جامعيين أعتقد عددهم أربع إذا ما غلطان المهمة بتكون في منطقتين الربع الخالي ومنطقة في الثوار ما بين رخيوت وظلكوت وحدة من أفضل المواقع في عمان اللي الإنسان ما مسها للحين طبيعية وتعتبر من الغابات الموسمية بسبب كثافة الأشجار اللي فيها المهمة طبعا لمدة شهرين متاليات عمل ميداني شهرين متاليات بالنسبة حالي كان تحدي شوية لكن كان يعني تجربة حلوة تعلمت منها وايض فطبعا تشوفوا الصور بالنسبة حالي كان أول مرة ندخلها الربع الخالي فكان في صعوبات مختلفة منها ان احنا ما نعرف المنطقة أصلا يعني المنطقة اللي مختارينها تقريبا 20 أو 30 كيلو عن الحدود مع السعودية فكثير داخل الربع الخالي ما شوية يعني تعلمنا طبعا منها كثير منها في مثل ما قلت لكم في مسوحات ممكن حد يسألنا اوكي وش هناك موجود في الربع الخالي لا في موجود في حياة في طيور مهاجرة في بعض في قضة ضرية حتى في غزلان وفي نباتات فسوينا عليهم بعض المسوحات يعني المبدئية مثل ما قلت لكم الحملة السفشافية فيها مسارات مختلفة طبعا فيها جانب علمي اللي هو في كاميرات فخية وكذا وفيها تنمية ذاتية اللي هي نقدر نقول soft skills وكذا وطبعا فيها أهداف شخصية لكل المشاركين اللي هما دارين الحملة هما اللي يقوموا فيها يعني هذه المنطقة هي اللي أتكلم عنها اسمها وادي سيق وحد ينطقها بالسين وحد ينطقها بالصاد لكن هي ما بين ظلكوت ورخيوت المنطقة هذه ما تقدر تدخل فيها تدخل لها إلا عن طريق البحر أو حيكين لمدة ساعتين حيكين قبلي شوي صعب فما في رود حالها عشان كذا يعني طبعا هذه الجهة بس عشان أقولكم هذه الجهة هنا تقريبا عشرين أو ثلاثين كيلو بتكون رخيوت وهالجانب اللي من نصور فيه ظلكوت وهذا المنطقة لو بحثتوا عنها بتحصلوا وايد كثير معلومات عنها مختلفة طبعا سواء في علم الإنسان الناس اللي موجودين كانوا أو نقدر نقول بعض الحضارات اللي موجودة أو من ناحية الحيوانات طبعا الفريق العماني معظمهم رجعوا قبل ما روح الوادي سيق وبقيت أنا بروحي مع الفريق البريطاني شهر كامل في هذا المنطقة طبعا صح صعب communication ماشية اتصالات ماشية يعني محدودة مش ماشية لكن محدودة جدا لكن واحد من يعني أفضل لوقات اللي قضيتها صح بعيد عن الجميع لكن واحد من أفضل لوقات يعني حتى لعائلتي شوية يعني غيبون ذي كل فترة نقدر نقول شهر وين هذا المه غريب يعني إنه ما أحد طبعا من بعدها هذي بعض الأشياء اللي ممكن كاميراتنا صادتها أنا هنا متفقين مع الشباب إنه يسألكم سؤال أو أسئلة للمشاركين فاللي يقدر يعرف لنا بعض الحيوانات اللي موجودة هذيلي في الصورة الحين قدامكم يشغل المايك ويعطينا ترى بيعطوكم هدية توقع تواصله مع نورة بتعطيكم هدية كرياتيب مورنينجس بيعي تعطيكم هدية النمر العربي أوكي صح هذه الصورة ما واضح فيها ترى اللي على اليمين تحت اللي على اليمين تحت وين الماشل فيه وراي العسل صح ممتاز ممتاز جدا نزيل هنا شوية نزيل الصعوبة شوية الضبع ده الضبع محطط ما شاقونفذ ما كونفذ ذاك لا هذا الشيهم الشيهم تقريبا يشبه القونفذ لكن اللي يبقى الأشواك مالع طويلة جدا فأي حيواني هاقمة الشوكة هذي تضربه ويفقدها وخلاص لكن يعني ك ممتاز ممتاز جدا ممتاز جدا حد كتب في الشات تيمون تقريبا صح هو من عائلة تيمون بس ما تيمون بالضبط هذك بيكون اللي هو المنقوس المنقوس من عائلة تيمون لكن مش تيمون والأخير بيكون الرباح المخطط كل هذه الحيوانات موجودة ورصدة في عمان في هذك الوادي في هذك المنطقة فمثل ما قلت لكم يعني أن منطقة هذيك ثروة كبيرة للعمان وإن شاء الله ما نفقدها وخلي لكم فيديو ما من نفس المنطقة ولكن صفنته وسيت يعني هذا النمر العربي طبعا وهو موجود منتشر في قبال ظفار من سمحان إلى قبل القمر هذا انتم صورة كاميرات فخية راصداتنا فهذه كل الصور هذي كاميرات فخية لأنه جدا صعب أنك ترصد مثل هذه الحيوانات يعني أو تصادفها فنحن نسوي كاميرات فخية على تريلات معينة أو مناطق معينة ونجيهن بعد مدة ونشوف إيش اللي موجود طبعا بغض النظر عن أنك أنت تحصل استوك حلو من الفيديوهات والصور لأن هذا يساعدنا بعد في معرفة انتشارها وبعض البيهيور منها يعني من هذه الحيوانات طبعا استمرت هذا الكلام كان 2012 واستمرت الحملة ل2013 و2014 لكننا 2014 ما شاركتهم وسوينا فيها بعد أوراق علمية منشورة وممكن تحصلوا عليها وصف لماكن والأشياء اللي فيها يعني أتكلم عن شي ثاني صارلي في 2012 2012 كان في برنامج أو منحة تدريب في الولايات للمتاحة الأمريكية وطبعا لإني كنت أشوفها فرصة جميلة يعني أن أتعلم شيديد قلت خلينا نقدم وكانوا يبحثوا عن بعض الأشخاص الشوفين في مقال الوائد لايف كونسورفاشن ولا الوائد لايف منيشمنت هم يسمون حتى فرسلنا لهم سيفي سوينا طبعا المقابلات وأوكي كانوا يعني شوية امبرس بالموضوع أنه أوكي في شباب عمانيين قيل عمانيين أنهم يعني ممكن أنه يتعلموا ويعلمون بعض الأشياء لأن تقمع هناك يكون من دول مختلفة صبعا فطبعا تم قبولي الحمد لله وكانت عبارة عن يعني ورش عمل وتدريب على رأس العمل ما فقط ورش عمل لا كان في تدريب على رأس العمل في إدارة المناطق الطبيعية والمحميات والمشاريع البحثية فأنا خلوني أو أعينوهم طبعا وزعوا لناس كلهم كل حد في صوب من أمريكا أمريكا كبيرة طبعا فخلوني أنا في ولاية مينسوتا في فيغروس ناشنال بارك على الحدود مع كندا طبعا كان فترة صيف لكن بالنسبة حالي أنا كان شتا كثير يعني بارد بارد فاشتغلت في المحمية مع فرق مختلفة طبعا سواء باحثين إداريين ومختصين كثير هم عندهم سياحة بيجي كثير كثير فكنت بعض الأشياء اللي كن مركز عليهم ويعني بعض الصور هذي اللي موجودة في الهذا وبعض الأحيان يعني من التقارب الحلوة أنك ترصد المملزة الصغيرة هذا شب منك فترصدها لكن عادي يقضك وتمشي الحياة عادي يعني لازم تتعلم فبعض الأشياء لازم تعرف ويش اللي موجود منها كل شي طبعا سواء نباتات أو حيوانات فدية كبيرة أو صغيرة هذا من الحيوانات الفدية الصغيرة اللي كانت في المنطقة لكن التعامل معها لازم التعامل بحذر طبعا لإني ما حذر أبدا فالقفواز اللي اللابسنا المفروض عن البرد ما مفروض أني أتعامل مع الحيوان بهذا القفواز وحصلت عضلة حلوة شوية منها لكن مهم واحدة من أفضل المشاريع اللي اشتغلت فيها الصراحة وللنحن يعني راس خط في ذهني هي مشروع مسح النسر الأمريكي النسر الأمريكي بالنسبة حلهم يعني في الولايات المتحدة الأمريكية أنه شي عظيم جدا لأنه شعار أمريكا بعد لأنهم رجعوا من الانقراض من حفة الانقراض ورجع ينتشر فعدهم قصة نجاحة كبيرة في هذا الموضوع ممكن تقرؤوا عنها طبعا كل الخبرات السابقة في مجال الطيور ساعدتني أني أتعامل بطريقة يعني نقدر نقول جيدة جدا مع هذا النوع من الطيور لأن الطيور اللي نتعامل معها في عمان كانت أصغر من كده أصغر بكثير من كده فحتى لو شفت الصورة الأولى كان حجمه كبير وهذا يافع يعني صغير يعني بعد ما يطير أصلاً ويوصل ممكن تقريباً إلى ثلاثة إلى خمسة كيلو وهو ما يطير بعد لسه المحمية طبعاً اللي أنا كنت فيها والناشنال بارك اللي كنت فيها كانت عبارة عن هي حدودية لكن عبارة عن بحيرات كبيرة وواسعة فكان جزء كبير منها إنك تكتشف ما تكتشف خلنا ندير المحمية وتراقبها فكانوا لازم يستخدموا القوارب والطيارات اللي هي على الماء الطيارات اللي تهبط على الماء هذه اللي يراكبنها وكان هذا كبير الطيارين ستيف فكننا أسبوعياً ناخذ جولة على بعض المناطق عشان نمسح بعض المناطق سواء من حيوانات أو من أي شيء ثاني ملاحظات على هذه طبعاً آخر يوم فاقعون الشباب بحفلة يعني وداعية جميلة ويعني متواصل إلى اليوم مع مجموعة كبيرة منهم رجعت أنا ودعتهم ورجعت واشنطن وزارة الداخلية الأمريكية وقدمت عرض عن المعمان وعن التدريب كانوا شوية يعني يعني منعجبين يعني بالكواليتي اللي شباب العمانيين قدموا طبعاً في شباب ثانين في ولايات مختلفة يعني أوكي بعدها أنا رجعت عمان طبعاً لما رجعنا عمان فاللي صار في أمريكا شوية فتح شوية عقلي بطريقة أكبر يعني قلنا أوكي عدنا احنا البوتنشيل في عمان في كثير أشياء ممكن نسويها فليش ما نستغل هذه الأشياء وممكن أن أنا قضي وقت فيعني استثمرت كثير وقت في سالفة أو موضوع إني أعمل رحلات مشاهدة طيور أوكي إحنا نعرف أعرف طيور أعرف مواقعهم ليش ما أشل ناس فكان نوعاً ما يعني ما أقدر أقول فريلانسينج لأن معظمهم ما كان أصلاً مقابل مادي معظمهم يعني فور فان بالنسبة حالي وإني أتعلم وأقابل ناس بديدين طبعاً فكان في كثير سواحي ما سواحي شركات يتواصلوا معي من خارق أعمان طبعاً ما أتوقع أني أنا شليت أعمانيين أبداً ما عرف ليش ما يبيروح ما عرف السالفة صراحة لا أضحكوا أنا لا أضحكوا ما عرف السالفة ليش ما يبيروح ولكن في كثير خاص بريطانيين يعني بريطانيين هولنديين ألمانيين أكثر الجنسيات يجيوا أعمان عشان يشوفوا حتى نوع واحد من الطيور يعني قابلت ناس مسوين لسة الطيور يريدوا يشوفوها ثلاثة منهن في أعمان إحنا ندفع أي شي حتى نشوف هذا الثلاث أو النوع واحد من الطيور فيعني عدهم باشاً قوي في هذا السالفة فيعني تقريباً استمرت في مقال مشاهدة الطيور إلى توقع 2018 وبعدها وقفت لأنني انشغلت في أشياء ثانية في نفس الفترة تقريباً أنا بديت أصور بطريقة شوية أفضل ما بقى أقول احترافية لأنه ما محترافين يعني بسمه هو فبديت أصور الحياة البرية وأدخل عالم التصوير طبعاً ونجرب ونشوف ودخلت الجمعية فتعرفت على أصدقاء يعني شباب كثير مصورين وطبعاً بحكم الشغل والميول إلى الطبيعة والبيئة فكان تخصصت نوعاً ما يعني أو استثمرت في مقال تصوير الحياة البرية هذا بعض الصور اللي من مناطق مختلفة من أمان فمثل ما كنت أقول لكم قبل إن إذا بتقرب شيء وتتخصص به لازم يعني تتقنه تتقنه وتبدع فيه فأنت تحاول توصل هذا للمرحلة من التخصص طبعاً هذا بعض الأشياء اللي موجودة عندنا بعد في أمان طبعاً استثمرت مثل ما أقول لكم وقت كثير في هذا الموضوع يلاقي 2016 2016 طبعاً أنا بس من النوع من الأشخاص اللي يعملوا wish list إني في حياتي إيش أريد أسوي بس نقاط بدون تحدي التاريخ عشان كي بدون تحدي التاريخ فما تعرف أنت بسويه فممكن تسويه وممكن يتوفن عليك فوحدة من الأفضل الأشياء اللي كنت يعني جداً مهتم إني أسويها إني أروح سفاري في أفريقيا لأنك لما تدخل يعني عالم الحيوان وكذا والطبيعة يعني على طول أن تفكر أنت في أفريقيا على طول فحصلت فرصة إني أروح سفاري في محمية سرنجيتي في تنزانيا وحدة من أفضل وأشهر المحميات سرنجيتي هذي بعض الصور طبعاً أنا رايح سفاري تصوير فتقريباً كنا نكون 12 ساعة في اليوم تصوير يعني من الصباح إلى الليل تصوير ما نرقع وصح أنه متعب يعني ومرهق لكن إحنا مستمتعين فظلين تقريباً من مدة سبعة إلى تسعة أيام تقريباً هناك هذي بعض الصور بعد كان شيء يعني خيالي ورهيب جداً بالنسبة حالي طبعاً مثل ما قلت لكم أن هذه المسيرة توجد بعض الفوز في بعض يعني المسابقات منها مسابقة معرض السنوي لجمع التصوير الضوئي منها المركز الأول في مهرجان في الشارق وفي أشياء ثانية جهزة أول 100 مصور عربي فهذا في مجال التصوير أنا ما ريد أني أتكلم وائد عن التصوير اليوم نركز على البيئة فنرقع نقلي التصوير على الصوب ونرقع لطيور والحياة البرية طبعاً مثل ما قلت لكم منها من 2000 تقريباً و 18 استثمرت وقت كثير في القراءة والطلاع بشكل كبير جداً ونفس الشيء أول ما تجي أي فرصة على طول أنا أتطوع فيها في مجال تصوير في مجال البيئة بالتواصل يعني من نتواركينج مع أشخاص كثيرين ومنظمات ثانية أنه في منظمة يعني كلمونا أنه ممكن أن نريد نسوي ورشة عمل للمجتمع طبعاً بمختلف فيها سواء موظفين غير مهتمين مصورين هوميبر فعملنا لهم ورشة كيف كيف يعرفوا الطيور كيف يحسبوا الطيور كيف يسوا مسوحات يعني رصد للطيور وشاركت بعض الفعاليات اللي هي مثلاً في بعض الوزارات أو المؤسسات الحكومية إني أشرح للناس الثانية سواء أطفال أو غيرها أوكي تكلمنا أظن قالت نورا تكلمت أو ذكرة لقنة سجل دات طيور عمان طبعاً ديل لقنة هي لقنة يعني تطوعية ولكن صحيح أنها تطوعية ومش رسمية لكن هي الأساس اللي ممكن أنت تاخذ منها الرقم طيور اللي مرسود في عمان ما حد ممكن يعطيك أبديت غير هالي اللقنة فاللقنة بدت تشغلها تقريباً في السبعينات بدت اللقنة وبدت تسجيل سواءً historical records القديمة سجلوهن فعملوا database ضخمة جداً يعني database الانتريز اللي فيها فخمة ضخمة جداً طبعاً معتمدة على شيء اسمه citizen science اللي هو الناس اللي تراقب الطيور وتسجلهم وترسلهم لشخص معين ونحنا كالقنة أو board members وش نسويه؟ نمر عليهم نسويه ونسجلهم لأنه ممكن يصير أخطاء وإذا صار إنه ممكن إن حد مسجل نوع عديد من الطيور نفس اللي صار آخر طير في 2019 نرسل حلنا وأنا تكلمت عنه حتى في تويتر نرسل حلنا شيكنا عليه إنه أوكي ممكن ما ممكن إذا فيه justification أو إثباتات صور أو غيره إنه نقبله ويسجل في اللسته فحالياً عدد الطيور المسجلة في عمان خمسمية وواحد وثلاثين نوع من الطيور المختلف سواء مهاجرة أو موجودة طبعاً 2013 دعتني اللجنة اللي هي الرئيس مالهم كان ينز إركسون وبلغني إنه أوكي طبعاً لإنه كنت أصلاً مجتهد طول الفترة الماضية فالناس يعني تشوف اجتهادك وتقدره فتواصل معي إنه يا وحيد إحنا نريدك معانا على أساس تكون أول إعماني في هذه الطيور كلهم أجانب فكنت أول إعماني وأصغر إعماني معاهم فكان صراحة تقربة حلوة إني أشوف طريقة عمل اللجنة بالنسبة حالي كان شي عقيم جداً إنه كيف هذا الطيور كيف إحنا نحصل هذا الأرطرام إيش نسوي إيش اللي بروسس فبالنسبة حالي تقربة جداً ممتازة وإنك أصلاً تكون نتورك مع تقريباً معظم اللي يشوفوا الطيور من خارج إعمان فيتواصلوا معك بطريقة أو أخرى يعني طبعاً في 2015 بدينا كأساس عمل يعني في العمل في مكتب حفظ البية بدينا نختم كل شغل الصقر لدها ومشروع الصقر لدها وقلنا خلاص نختمه في فيلم فسوينا دراسة عن الفيلم وصورنا الفيلم وممكن تحصلوا ما عرف إذا ظاهر عندكم من طول اللينك لكن ممكن تشاهدوها الحين فور فري عادي عن طريق اللينك هذا فأنا بس خلينا لكم هذا المشهد تشعر النوارس السخامية بالارتباك من ضيف الجزيرة المهاجرة موسيقى وعلى الموعد كان فريق التصوير هناك يراقب بعناية وشغف كبيرين مرحلة تفقيس البيوت وبدء حياة جديدة لصغار الصقر الأدهم موسيقى موسيقى وثقنا خلالها مراحل مهمة من دورة حياة الصقر الأدهم كحضانة البيض ورعاية ويطعم الصغار موسيقى بفضل التقنيات المتقدمة لكاميرات التصوير المستخدمة كان لنا السبق في طبعا هذا جزء من الفيلم ممكن تشوفه مثل ما قلت لكم أنصحكم تشوفه صراحة لأنه جميل جدا الشغل هذا كان لتصوير الفيلم مخضى علينا تقريبا سنة ونص وكان في ثلاث دول مختلفة اللي هي عمان، أثيوبيا ومدغشقر بحكم أن الصقر الأدهم مهاجرة فعشان كذا كانت لدينا زيارة لمدغشقر الصور هذي من وادي الباوباب في شمال غرب مدغشقر 2014 راح ننسوي معهم سوحات مشتركة و2016 راح ننصور معهم جزء من الفيلم واحدة من أروع التجارب بس ما وقتا نتكلم عنها اليوم 2016، نهاية 2016 تقريبا حصلت ترقية من أني أكون باحث إلى أني أرأس فريق كبير كلهم باحثين ففي مشاريع مختلفة المسؤوليات كانت أكبر وكلهم فريق جامعيين كل الفريق جامعيين وناس بروفيشنال فعلى طول خلينا الخطط أن نبدأ شيء جديد البداية كانت يعني أن نسوي برنامج توعية للمدارس مخصص للمدارس في مجال البيع والطبيعة ويصير لنا ظهور في مواقع التواصل الإجتماعي طبعا دقيق الفترة هو اللي وصلنا فيها طلعنا المكتب في برنامج التواصل الإجتماعي وصوينا برنامج ثالث ثاني مختلف لتدريب الطلاب الجامعيين يكون سنوي في فترات مختلفة أو مواقع مختلفة فكان يجيونا عاد أعداد كبيرة والمشاريع البحثية كانت متنوعة طبعا تحت الشرافي كانت يعني متنوعة كان الوعل العربي والغزاء العربي والوعل النوبي والطيور فهذا بعض الأشياء اللي موجودة نخلي لكم هنا هذه الفيديوهات لكن نخلينا نشوف أتوقع عندكم هذي اللي تعرفون أكثر من السابقات هذي الفيديوهات اللي عادي أنا أقول ولا أخليكم تجاوبوا أحسن خليكم تجاوبوا يلا اللي تعرفوا إذا تعرفوا وش هالا الأنواع من الحيوانات موجودة فعلا بعد نفس الشي شغلوا المايك هه bahut ماشا إقابات! أعطيكم الإقابة! واحد منهم الوعل النوبي اللي يتواجد في جنوب عمان من الوسطى للجنوب اللي هو على اليمين اللي فيه قرون كبيرة هذا ويكون ذكر والثاني الوعل العربي اللي في شمال عمان في قبال الحجر في 2018 رشعت نفسي لعضوية جمعية البيئة العمانية والناس صوتوا أن يكون من ضمن الجمعية كانت تقربة جميلة وهنا نمطلع هذا السلايد على أساس أننا تكلمنا عن التطوع وغيره جمعية البيئة العمانية واحد من أفضل المنصات أنك تتطوع أو تشارك في الأشياء اللي تخص البيئة أو حتى المشاريع اللي تخص البيئة وهي جمعية طبعا أهلية ممكن تدعموهم ممكن تشاركوا معاهم ممكن تزوروهم وممكن تحصلوا على عضوية معاهم طبعا أنا كعضو مجلسة دارة تقريبا كنت في دورة وحدة إلى 2020 2020 طبعا طلعت عنهم نفس الفترة 2018 وكذا صحيح أنا تكلمت أنه في مسؤوليات أكبر كانت لكن تغير شغلي من عمل ميداني إلى عمل مكتبي بحكم أني أرأس فريق ماذا الشي شوي أثر فيني أنا أن العمل الروتيني شوي أرحقني يعني والإداري أنا ما متعود عليه فاتقهت للمغامرات وكونت علاقات طيبة مع مغامرين مختلفين من أعمان وخارق أعمان فاللي في إعمان طبعا كانوا يريدوا أني لما أكون موجود معاهم في حد يشرح عن بعض الأشياء اللي حصلوها في المغامرة سواء أحيوانات نباتات أو بعض المواقع فهذا الشي كان يعني حمسني أني أتوأواصل معاهم في ما أتذكر السنة تقريبا لكن تواصل معاي واحد من الأعضاء البعثة الاستكشافية كنت على تواصل معاهم مستمر فواحد منهم قال لي أوكي إحنا فريق وإنا فريق أجنبي نريد نزور أعمان من مسندم إلى ظفار قلت له كم المدة قال لي ثلاثة تسابيع قلت له ليش لا خلنا نسير ماشا مشكلة فسوينا كلها نبدأ من خصب سواء فيها كامبينغ فيها كامبينغ فيها يعني هايكينغ وفيها بعد نفس الشيء كلايمبينغ وغيره أوكي ويبس طلع لنا تنبيه بطارية قليلة خلنا نسرع ثلاثين فمرينه وهذا بعض الصور اللي موجودة هذا الصورة من الربع الخالي بس عشان نراويك أمنا نتخلى هذه الصورة بس عشان أبضح لكم أبين لكم حجم الكثبان الرملية في الربع الخالي هذا شخص هناك وأنا من مسافة تقريبا أقل عن كيلو فحجمهم ماهول جدا يعني في الربع الخالي طبعا في المغامرات مع الشباب العمانيين خلني أشير هذا عمنا مع الشباب العمانيين دخلنا مثل هذا الكهف اللي هو الكهف الفتحاء السابعة وطلعنا 18 ساعة تحت الأرض وطلعنا من كهف ثاني وكانت وحدة من أحلى وأرعب المغامرات اللي سويتهم في حياتي أكررها يمكن إذا صارت فرصة إن شاء الله وحدة من أفضل المغامرات خلنا نتكلم عن الخفافيش هذا تقريبا آخر مشروع يعني بحثي أو دراسة أنا شاركت فيها في مكتب حفظ البية فتواصلوا معي هذا 2019 قبل كورونا كورونا ما كانت ظاهرة بعدها كانت بداية بعدها ما طلعت كورونا يعني تقريبا شهر سبتمبر وكذا فكلموني في المكتب إننا عندنا مشروع عديد ونريد شارك ويالسين نكون الفريق تريد شارك أو لا طبعا أنا ما عندي ولا كلو عن الخفافيش ما عرف شي في الخفافيش يعني zero تقريبا knowledge في الخفافيش في ذيك الفترة قلتنا موكي ليش لا بالعكس أنا أريد أتعلم أريد أجرب شيئة عثان يديدة يعني فكورنا الفريق وطبعا فيه إمساك بطرق مختلفة ليخفافيش مختلفة في مناطق سواء كهوف بيوت مهجورة بيوت حتى في حارات معينة أو أشياء فهذه طرق الإمساك أكثر من طريقة فيه إشياء معينة طبعا تستخدم تأخذ عينات سواء دم أو فيسس أو غيره من العينات أو حتى جلد وطبعا لازم يشوي تحصل بعض العضات عشان تتعلم يعني بدون عضات ما ممكن تقول انك تعلمت تحصل بعض الحضارية ها حسنا هذاك واحد من الخفافيش خفاش أعتقد اسمه فاري الذيل المسقطي نسبة إلى مسقط لأنه يتواجد في شمال عمان هذا الخفافيش في محافظ ظفار هذا الكهف متروس خفافيش يعني يملك بالألاف فدخلنا فيه عشان ناخذ عينات طبعا أنا استغليت واحدة من الهداف اللي عشان هذا دخلت هذا المشروع أني أوثق المشروع بطريقة جميلة يعني شوية فنية بعض الصور طلعا في سوشال ميديا لكن ما كل الصور طلعتهم للحين في مجموعة كبيرة منهم ما طلعت طبعا في نفس الوقت أنا استغليت المعرفة هذه والمهارة بعد ما ظهرت كورونا والناس خافت من سالفة الخفافيش وحاولنا أن نوعي الناس بأهمية الخفافيش أوكي ليش هذا الخفافيش موجودة وش فاعدتها وأنهم كلا تخافوا أصلا العكس اللي صار إيش اللي صار أن المنظمة اللي يعني مسؤولة عن صون الخفافيش أصدرت بيان أن يا ناس كلكم اللي تشتخلوا في الخفافيش ووقفوا شغلكم بس ليش عشان ما ينتشر الفيروس من الإنسان إلى الخفافيش وبعدين ما نقدر نتحكم فيه فوقفنا شغلنا 2020 شغلنا وقف تماما طبعا هذا الفريق اللي مشاركين معاي فريق متنوع وتقريبا يعني على آخر آخر شي في الصيف 2020 عرضت علي وظيفة في مجال البيئة لكن في القطاع الخاص بقيادة أو إشراف على مشروع متعلق بالتنوع الاحيائي طبعا نبدأ هنا أن نسوي بمعنى أن نعوض بيئيا عن مشاريع التنموية أيا كانت فالحين انتقلت من مرحلة مكتب حفظة البية إلى هذه المرحلة وشكرا نتوقع أننا هذا كل شيء لكن نخليكم هذا السلايد شكرا جزيلا بعد في فقرة الأسئلة يعني فإذا الشارج بيخلص أحسن نجيب الشارجر عشان نعطي فرصة للناس عشان بكفاية ما في شارجر نورا ما في شارجر أوكي لكن ما بينقطع أهل عشان بكفاية أوكي أعتقد يعني ما أعرف صراحة فبعطي الناس فرصة يفكروا بالأسئلة وعننا بعض الأسئلة على الإنستغرام بسألك إياها السؤال هذا عجبني كثير وأحس مهم أن تتطرق إليه السؤال يقول إيش اللي يحرك الشغف بداخلك اتجاه الطبيعة والحياة الفطرية يعني أنت تكلمت عن مسارك كامل بس من وين جاء الشغف يعني ما الذي يحرك الشغف شوفي هو صراحة بالضبط أنا ما أقدر أجاوب على هذا السؤال بالضغط يعني لكن أتوقع أنك بس وجودك في عمان وأنك فرصة أنك تكون قريب من الحياة هذه الحياة الطبيعية والحياة البرية أو الحيوانات وفي نفس الوقت فرصة أنك تكون تبدع في ذا المجال أنه أوكي أنت خلاص عندك وعندك فممكن أنك تبدع فيه وتوصل لمرحلة متقدمة جداً في هذا الشيء توقع هذا الدافع الرئيسي اللي خلاني وفي فترات لاحقة من من السيرة الذاتية أو المسار قلت المعرفة اللي عندي أنا دايماً أقول أن زكاة العلم نشرها دايماً أكررها فأوكي أنا بإمكاني وعند القدرة أني أوصل هذه المعلومات أو هذا العلم بطريقة جميلة محترمة بسيطة لمجتمع كامل فتنشر رسالة بطريقة يعني نوعاً ما بسيطة وسهلة لكنها مقبولة وواضحة جداً للمجتمع فحالياً يعني أنا صح أني أشتغل فل تايم جوب لكن كثير من وقتي يعني أجاوب على تساؤلات ناس معينين سواء على السوشال ميديا أو على الإيميل وسواء جامعين من داخل أعمان أو براء أعمان وما عندي أي مشكلة أني أجاوب بالعكس أنا أفرح كثير لما أجاوب على تساؤلاتهم وأحس أن هذا هو الزكاة العلم اللي أنا تعلمت ممتاز عندنا سؤال من محمد الحبسي من خلال بحثك عن الحياة الطبيعية هل حسيت في تواصل وتلاحم بين الحياة البشرية والحياة الطبيعية في أعمان سابقاً أيوة أعتقد صحيح أن مصطلح السستينبلتي أو الاستدامة جديد لكن حتى أهالينا السابقين والناس اللي قبلنا كانت حياتهم في طريقة مستدامة سواء بالتعامل مع الحياة الطبيعية بكل مكونات النباتات والحيوانات أي حاجة بطريقة مستدامة فكان connection قوي أو تواصل قوي مع طبيعاتهم وما نلومهم هذا اللي موجود في بيئتهم واللي بيدل على ذا الكلام إن في كل بيئة فيه مسميات محلية و specific على أنواع معينة من سواء طيور أو نباتات أو غيرها وفي مناطق ثانية ما تحصل هذي يعني لو قلت لهم ليش هم ما اختاروا هذه المسميات specific هذه أو حتى في مراحل معينة من عمر النبتة والحيوان لأنهم أصلا متواصلين بطريقة قوية جدا جدا يعني ارتباط قوي مع هذه الأشياء بدون الارتباط ما ممكن أن يوصلوا أن تكون جزء من الكلتشر ما لهم وثقافتهم ما ممكن يعني سؤال من عبد الرحمن ويش أكثر حيوان مقرب لوحيد الفزاري ويحب يكون معاه دائما هظلني واضح من السلايدات هنتربطني علاقة حلوة عبد الرحمن مع السقر الأدهم لأنني فعلا قضيت معظم حياة العملية في دراسة السقر الأدهم يعني نتكلم نحن من 2007 إلى 2015 فجزء كبير من حياة العملية في المشروع وبشكل سنوي ففوكس كبير عليه فممكن هو بالنسبة حالي الحيوان رقم واحد في عمان رغم أن الحين يعني إيش من السقر يعني إيش هي ليش يجذبك يعني هذا الحيوان لأن تقريبا أول حيوان بري مسكته بإيدي طبعا بغض النظر عن طفولتك لكن أنا أتكلم في الحياة العملية توقع أنه هو أول حيوان أنا مسكته بإيدي وأعتقد لك الصورة كانت أول صورة اللي ظهرتها كان أول أول سبيشيس يعني أول فرد من السقور أنا مسكته وبعدها طبعا صار أن أكثر تعمقت في الموضوع ودربت ناس آخرين وكذا وكذا في سؤال من أسمى بعض الحيوانات مهددة بالانقراض في السلطنة فما هو دور مركز الإكثار في مكتب حفظ البيئة للحفاظ على هذه الأنواع النادرة من الانقراض أعتقد مكتب حفظ البيئة أممكن خلينا نجاوب مع شو مشكلة صح أني ومعهم الهين لكن أعرف الموضوع هذا مكتب حفظ البيئة عنده مركز كثار واحد في محمية كائنات الحية والفطرية بالوسطى والأصل المركز متخصص في الحيوانات البرية العمانية المهددة بالانقراض يعني نتكلم بس بكليحة المهة العربية الغزال العربي والغزال الرملي هذا الثلاث الاسبيشيس اللي الفوكس عليهم وطبعا فيه صار إطلاق أنه يكاثروهن ويطلقوهن لزيارة الأعداد وغيره طبعا فيه مانجمنت كبيرة بلان لإنك كيف تعتني بالحيوانات في الانكلوجرس هذه أو في مركز الإكثار حتى ما يعني لا الوقت يسعفنا ولا أنا متطلع على كامل الديتيلز مالحب فيه سؤال من ابتسام بنظرك هل خفف كورونا من غضب الطبيعة؟ اختفى خلص الشارج وهذا السؤال اللي بغير نسمع جوابه بننتظر ما عرف إذا بيرجع بيقدر يترج اللابتوب أو لا بس بننتظر يمكن دقيقة أو دقيقتين فاسمحوا له يعني يرجعوا ويجاوب على أسئلتكم وإذا بعد دقيقتين ما رجع وحيد موجود موجود دخل بالتلفون بس نسوي لك انميوت لحظة ممكن تسوي انميوت وحيد وتقلب الشاشة أيوة أفضل بعد انميوت ما نسمعك موجود نور موجود موجود نور موجود موجود اسمحوا بس موجود بس موجود أفتح المايكروفون هذا أبدت وديد في زوم نحظة الحين أظن كونكتنج وبنقدر نسمعه أتوقع الحين أوكي هل سمعت السؤال ولا ما سمعت السؤال كان بنظرك هل خفف كورونا من غضب الطبيعة أوكي إلى حد كبير أيوه على أكثر من مستوى لكن الشي اللي صار ويش أن الناس رجعوا بقوة يعني ما كنا نتوقع أن واحد يعني مثلا ما كنا نتوقع أن التلوث البلاستيكي بيزيد فوق كورونا زاد بسبة الوان يوز بوليسي سواء على على الماسكس أو على الكبس أو على أي شي فاللي صار لنا زادت بكثير 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 كثير يعني زادت أقصد أن التلوث في البدايات كان أيوه صحيح كان الناس في حضر في كذا الاميشنز نقصا طبيعة بدت ترجع الحيوانات شفنا أكيد شفتوا فيديوهات وصورة على حيوانات رومينغ في المدن وغيرها لكن لما رجعنا وفتحنا مرة ثانية أتوقع أن يعني رجعنا بطريقة سلبية ما كنا نتوقعها وما كان حد حاسب لها حساب أبدا آخر سؤال من عبد الرحمن أيضا كيف نحن كأشخاص في مجالات مختلفة ممكن نساهم ولو بشيء بسيط في مجال حفظ البيئة وحب الطبيعة أظن أسهل شيء أنك أنت كفرد أنك تكون responsable أو مسؤول وتكون lifestyle أو حياتك مسؤولة أو يعني أقل شيء أبسط شيء ممكن أنك تقلل استهلاك سواء في البلاستيك أو وتستخدم الأشياء العضوية أو الأشياء صديقة للبيئة كشخص يعني كفرد نحن نتكلم كlife style وممكن أنك تتطوع في بعض الأشياء وplatforms اللي موجودات أو سوي clean up أو أشياء غيرها أو ممكن حتى أنك توصل المعلومات اللي عندك للدائرة البسيطة اللي حولك عائلتك أخوانك أصدقائك أبدا ما مطلوب أنك تطلع يعني على مستوى كبير التغيير يبدأ من نفسنا يعني سواء على في حفاظنا على البيئة أو غيرها التغيير دائما يبدأ من نفسنا والدائرة اللي حولينا شكراً شكراً جزيلاً وحيد صراحةً ألهمتنا وشفتنا أشياء أنا ما كنت أعرف أنها موجودة في عمان فنشكرك على هذه الجلسة الجميلة وشكراً جميعاً لمن حضر معنا اليوم أو في الجلسات السابقة أعرف في أشخاص ثانين بعد كانوا مستمرين معنا من بداية السنة فشكراً لكم وبس تذكير عشان موضوع حفظ البيئة أن في أقل من أسبوعين ما بيكون في أي أكياس بلاستيكية في المحلات فجهزوا أنفسكم منتوا حتى اليوم شوفوا إيش الأكياس اللي اللي غير بضرة للبيئة ممكن تستخدموها خلوها في سيارتكم لما تريد تروح للسوبر ماركت تكونوا جاهزين مستعدين بدون أكياس بلاستيكية وكانت صراحة جلسة جميلة وسنة جميلة شكراً للجميع إن شاء الله تكون إجازة سعيدة وبداية حلوة للإجازة إجازة نهاية الأسبوع ونلتقي السنة الجاية بإذن الله شكراً مع السلامة